لم يتأخر الرئيس الأمريكي طويلا بعد انتهاء مراسم تسلم جثامين جنوده الذين سقطوا في الأردن منعطاء الأوامر بتنفيذ هجمات قال أنها انتقامية لتستهدف مواقع أمنية عراقية على الشريط الحدودي مع السورية أغارت الطائرات الأمريكية على 85 هدفا وصفها بيان القيادة المركزية بمنشآت للقيادة والسيطرة التابعة للحجر الشعبي وفصائل مسلحة تتهمها إدارة بايدن بظلوعها في تنفيذ الهجمات الأخيرة على قاعدة لها في الأردن بدأ الليل ولن ينتهي هذا ما قاله الرئيس الأمريكي في إشارة للاستمرار عمليات الرد على الهجمات التي تتعرض لها قواته في العراق والسورية ليس الأهداف هو شأن المحل العراقي وإنما هي ضربات بالمستوى الإقليمي وهذه الرسائل التي تبعث بها واشنطن إلى بغداد هي رسائل عديدة ليس فقط مباشرة لحكومة العراق ونظام السياسي أعتقد نحتاج إلى أعادة النظر في عملية المبادئ الأساسية لخطة الستراتيجية التي اتفقت في بغداد واشنطن كشف الصباح أثار الدمار والمواقف الرسمية من القصف الذي ذهب ضحيته أربعون شخصا مدنيا وعسكريا بين شهيد وجريح الناطق باسم القائد العام عدى الهجوم خرقا للسيادة وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه فيما وصفه البيان الحكومي بالعدوان على سيادة العراق واتهمت جانب الأمريكي بتدليس وتزيف الحقائق عبر إعلان البيت الأبيض عن تنسيق عراقي مسبق لارتكابه وهو ما سيقوضه جميع التفاهمات بشأن مسألة انسحاب القوات الأجنبية بحسب مراقبين حقيقة هذا التصعيد الأخير هو يؤثر على ورقة التفاهمات العراقية الأمريكية بجدولة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعدين كانوا هناك بعنات واضحة وصريحة رسمية من كنا الطرفين بالمضي بتفاهمات جديدة وعادة ترتيب هذه الورقة من أجل خفض عديد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المستشارين استمرار التصعيد الميداني على الأرض يؤشر إلى إدامة الحرج الذي تواجهه بغداد من طرفي الاشتباك ويزيد من سخونة تمدد الصراع الأقليمي الذي تشهده خارطة الشرق الأوسط منذ أحداث غزة وفق تحليل لمصير المنطقة وما تعيشه من أحداث مثلت نارا تحت الرماد من الممكن أن تتفاقم وتؤثر على استقرار الوضع الداخلي للبلاد على الحديد قناة الفلوجة بغداد